اشتركوا في القناة تهيتي لكل الإخوة والأخوات داخل الجزائر وخارجها تهيتي لكل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل لهجات صحة الفطور للإخوة والأخوات اللي رأوا عندهم لوقت الإفطار وصحة لصحور للإخوة والأخوات اللي رأوا عندهم الوقت انتاع للصحور حبيت باش نعلق هذه المرة حول ما سمي إقال انتاع الوزير هذا تاع السياحة وقبل ذلك بطبيعة الحال اللي لابد هو أنه نعود ونرجع فقط للأجواء اللي جرت فيها الانتخابات الشريعية والأجواء اللي تم التعيين انتاع هذا رئيس المجلس الشعبي الوطني من بعد الحكومة كيفاش تم التعيين للحكومة باش فيما بعد نجيو التعيين والله إقالة هذا الوزير تاع السياحة لأنه لما تروح مباشرة الحديث حول هذا ما سمي بالتعيين والله بالإقالة أراك رايح تطيح في الفخن تاهم لابد هو أنه نرجع للانتخابات الشريعية إذن الانتخابات الشريعية اللي أنا رأيها صارت الأمور واضحة أمامكم كي هنا بعض الأشياء اللي لازم لها عام للوقت حتى باش فيما بعد تتضح الانتخابات التشريعية كنت تحدثتكم يوم 15 ميل 2014 التسجيل الرحمن شور في الصفحة التي في اليوتيوب قلت لكم من أنه النظام راه ورايح يدير تعديل دستور وراه ورايح فيما بعد بعد ما يقضي الصالح انتعوا بهذه الأحزاب اللي راها علنت بش اللي راها راح تدير ندوة في هذه انتع مازافرون في شهر جوان 2014 أنا كنت تحدثتكم في شهر ماي قلت لكم من أنه هذا الندوة المفترض هي أنها تكون نتيجة مش يبدو بها هي اللولة لازم تكون نتيجة من خلال ندوات على المستوى الوطني في موضوعات مختلفة ويكون هناك نقاش وإلى غير ذلك دون إقصاء ودون تهميش وبعيدا على الاستغلال انتع الثوبة الوطنية بعيدا على الزعامة بعيدا على المشيخة فيما بعد توصل الناس هو أنه تتناقش حول مشروع انتع مجتمع حول حكومة انتع وحدة وطنية وتروح الناس وحدة وحدة للتغيير لأنه تغيير هذا ما لازمش يكون فيه الإقصاء لازم يكون تغيير اللي يشمل الجميع ركما تشوفوا الآن انظرك هذا الناس كل واحد راهوا في جهة الأطباء وحدهم البطالين وحدهم الأستيدة وحدهم لازم لازم مشروع اللي يلم النس كامل وبحكم هو أنه راح عندنا تاريكا انتع مأسات تاريكا انتع استعمار تاريكا انتع انقلابات تاريكا انتع تصفية جسدية تاريكا انتع كثير من الأزمات اللي راح تنخر في المجتمع قلت أنا بلي المشروع الواحد اللي يحل الأزمة في الجزائر هو المشروع انتع المصالح إذن هذه الانتخابات التشريعية برمجها النظام وكانت النتائج معروفة سلفا وكنت تتحدثت في وقت سابق وبطبيعة الحال هذا الكلام هذا موش انتعي راح من الناس كما نقوله علماء فيه مقول انت تنسب لانشتاين يقول لك من انه انت لما دير عملية وتعود انت تكرر نفس الاسلوب هذك اللي انت درته راح توصل لنفس النتيجة بالتالي يذرك النظام هو اللي راه مشرفة العملية انتها الانتخابات والنظام هو اللي راه يعين في هذوك الناس اللي راه يحرصوا في المكاتب النظام اللي عنده القوائم انتها الانتخابات النظام اللي هو يخلي الانسان اللي يترشح يعني يفرز انتع المرشحين هو اللي يخلي الناس تترشح والله هو اللي يمنحها فيما بعد النتائج ركم شفتوها شفتوها حتى هذي الاحزاب اللي كان منها من يدعو الى التغيير منهم هذو الحركة انت حمص وجبل وكذا صاروا من خارطين في هذي الانتخابات وبطبيعة الحال هذي ليست المرة الاولى لان البرلمان السابق شاركوا فيه وكانوا الناس يقولولهم اذا كان فعلا تريدوا من تغيير اخرجوا من البرلمان ما حبوش يخرجوا منه وبقوا فيه بل منهم في هذا البرلمان الجديد كان يعد في الناس وباللي ارى ان رح ينتحصلوا على مقاعد وباللي ارى ان احنا كذا وعنا كذا وعنا الاغلبية وعنا اللي يشكلوا الحكومة والنتجارة هالان امامكم بعد ما اجرت الانتخابات هذي بالشكل اللي شفتوه اركم شفتوه الشعب الجزائري بالاغلبية انتعوا اعلن القطيعة قطيعة مع النظام مش غير فقط مع الاحزاب مع النظام بدليل هو انه كانوا يسوقوا لكم باللي هذا راه بتفلقاء انتخبع عليه الشعب والبرنامج انتاعوا والبرنامج تاع فخامة الرئيس راهو الشعب اعلن بالنتائج الرسمية انتاعهم هما اللي عنوها باللي شعب راهو اعلن القطيعة ذرك بعد ما شفتو هذيك النتائج جت الحكومة هذي الحكومة كانت فيه اقوال من يقول لك باللله راه مرحيني عينه هذاك شكي بخالي يقول باللله راه، مرحيني عاود ويديروا ايحيى فيه من يقول يابcher راه، مرحيني يديروا واحد من التعدى فلان كذا 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 المهم فيما بعد رغم اسمعت بلا لاذية وقرأته في وسائل الإعلام المختلفة من أن عبد الملك سلال أجرى مشاورات مع بعض الشخصيات من بينها عبد الرزاق مقري وتحدثوا على قضية الحكومة وسمعتوا بالأذان من أن حراكة تحمس صرفيه سراع بين أبو جرى سلطاني وعبد الرزاق مقري وفضوا هذا النزاع بين قوسين في مجلس الشورى اللي قالوا باللي الأغلبية كانت مع عدم المشاركة وقتانعت الناس باللي هذا رأى موقف مشرف وما على بالي شك هذا المهم هو ما رأهم في البرلمان في هذا البرلمان اللي هما بنفسهم طعنوا فيه طعنوا فيه وقالوا باللي مزور وقالوا باللي إحنا مش هذوك المقاعد اللي عندنا ومش غير هما مش غير هما المهم ذرك هذا الطعن في الانتخابات لما أنت تروح تطعن في بعض الأماكن عندك عليها أدلة باللي رأه تزوير بمعنى باللي للجهات الأخرى ما صراح شها تزوير صراح غير فقط في هذوك الأماكن اللي أنت أعلنت فيهم باللي رأه كين ذاه تزوير رأك قابل بهذه النتائج الانتخابات فقط لو كان يزيدوك عدد المقاعد ما أنت باللي رأك راح تقبل حصل اللي حصل رأكم شفتوا هذا كتواتي كيف كيف دار السرك هذا كنتاع الإضراب وفيما بعد أعطوا له مقعد وبطل الإضراب ورأكم شفتوا إذن النتائج راح أمامكم ذرك هما كما كنتم قول باللي القضية هذه انتاع السلال أعلنوا من أنه رأه كين فيه مشاورات ذرك القضية هذه انتاع تعيين الحكومة رأه ظهر هذا عبد المجيد تبون ورأكم شفتوا هذا الناس اللي خرجوا انتاع وسموا هذو انتاع اللي كانوا يقولوا باللي انتاع مكافحة الإرهاب خرجوا للشارع وسمعتوا بالآذان متاعكم من خلال التسجيلات اللي راح منشورة أنا منحبش ندير عملية انتاع التركيب لأنه راح تأخذ مني وقت ولأنه رأكم تعرفوا الإخوة القدمة في اليوتيوب رأكم تعرفوا بدون ما نظل نفصل لكم لأنه راح راح فيما بعد تستهدف القناة ويغلقوها وبالتالي أنا ما نعطلهم شي الفرصة هذيك ما ندير شان العملية انتاع المونتاج المهم يكفي أنه الناس تفهم الكلام المهم إذن هذا الناس خرجوا رأكم سمعتوا بالتسجيلات متاعهم فيه واحد منهم يقول باللي أنا قادر ندخل للعاصمة في خلال ساعتين يا هل ترى هذا الناس هذو عندهم فعلا مطالب اجتماعية والله كان هناك خلفيات أخرى وكنت تتحدث في وقت سابق وقلت لكم منه أنه هذا الناس تمت حريكهم كين منهم ناس لضحايا لا شك في ذلك وهذا الناس ما مش غير وحدهم رأهم ضحايا ضحايا انتاع المأساة هذو رأهم من مختلف الجهات بالتالي إذا كان يكون هناك تعويض لازم يتم التعويض انتاع الناس كل إذا كان في علم نريد مصالحة حقيقية وانا هذا الموقف انتاعي نعلنه بالصوت والصورة وموقف ثابت عندي قناعة موش يقل قل كذا بالنسبة لي أن القاتل هو القاتل والمقتول هو المقتول قضية ذكنتا أنه القاتل راوح للحق والله المقتول راوح للحق هذا موضوع تفصل فيه العدالة موشي للإعلام والله تعليقات باللبسوده القاتل هو القاتل سواء دار لحيا والله دار كومبا تعالى عسكر والله تنيد سبور قاتل هو القاتل والمقتول هو المقتول سواء كان لبس كومبا ولا كان دار لحيا والله كان لبس تنيد سبور سواء بالعرق ولا بالدين ولا بالوطنية ولا بأي تسمية واحدة أخرى ويوم القيامة راو رايح ربي يفصل في هذه الدماء وأول شيء يحاسب عليه يوم القيامة العبد هو قضية نتاع الدماء يجي الإنسان ذاك المقتول ويقول له يا ربي سلوا فيما قاتلني راكم تعرفوا هذه المسائل ذرك هذا الناس اللي تحركه في هذه القضية كي الناس عندهم خلفيات كان فيه حديث حول القيامة صالح باش نعود أن يجاي للقضية نتاع الوزيرة ولكن هذه الأمور مرتبطة بعضها بعض لأنه محبين يغطيوا على المسائل ويثيروا بعض الأشياء كان فيه حديث حول القيامة صالح كان فيه حديث قالوا باللي القيامة صالح راهو حكمته أبي سي وراهو في المستشفى انتاعي الناجا صار فيما بعد القيامة صالح هاو خرجوا هاو راح للنحية الرابعة إذن هذ الناس ركما سمعتهم بأذنكم كانوا منهم اللي قالوا في التسجيل باللي ارجل انتاع واحد من توقع الجيش هذو تساوي ما عرف قدها كذا من الجدارمية كأنه هذة الجدارمية هم ممشتابعين الوزارة الدفاع الوطني بالإضافة إلى الشرطة مع أنه هذة الأجهزة سواء الجيش والله الشرطة والله الدرك كل هالأجهزة اللي راهو متحكم فيها هذا النظام كلها هذا مما يدل من أنه كان هناك سراع سراع لأنه الشرطة راهو حاكمها الهامل ودرك ركم على بالكم دونك دونك شكون حرك الناس هذو إذا كان هذا الناس وما راههم يقولوا باللي راههم تابعين للجيش مع أنه هم راههم خارجين الجيش خارجين المؤسسنتها الجيش دونك الحق بشيتحدثوا باسم المؤسسنتها الجيش والله حتى يلبسوا التوني خلاص انترك خارج الجيش سواء أن كنت مشطوب والله كنت متقاعد والله كنت من تكون ترك خارج المؤسسنتها الجيش اللبس انتاع الثوب انتاع البذلة العسكرية يعني باينة واضحة قد ثلاثة أشتاء من أنه هذو الناس حابين يستعملوا هذه القضية استعملوها دونك شكون هذو الناس اللي حركهم قلت كاين هناك حديث حول القايد صالح دونك إما أنه القايد صالح تحت اللي سيربيس تاعه يحركهم على جلبش يهدد بهم لأنه كاين فيه حديث حول التنحين تاعه خارجهم هو للشارع وإما هو أنه جهاز تاع المخابرات حركهم على جلبش هو يخلق مبرر بعدما تدخل القوات تاع الشرطة وانتاع الدرك فيما بعد لما يعجزهما في المواجهة انتاع هذا الناس فيما بعد تدخل القوات تاع الجيش لما تدخل القوات تاع الجيش بمعنى أنه مرام خلقه المبرر وراه موجدوا الأرضية على جلبش يفرضوا سياسة الأمر الواقع بالدبابة كما فرضوها في أوقات واحدة أخرى مكنش قراءة واحدة أخرى هذا زجحويج خطرة علاهية في البداية بدأوا الناس هذو كل يكانوا أبلي احتياطيين راحوا دعوا سيرفيس ميلي ترتاحهم من بعد لما صرت الأحداث هذي كل يوقعت في البلاد والحرب حرب يعني صرت في البلاد فيما بعد هما جابوا هذوك الاحتياطيين كين اللي عقب عام كين اللي عقب أكثر كين كذا هذوك لما صرت هذا الأحداث هذي انتع ما يسمى بالربيع العربي خرجوا خرجوا تحت مطالب مشروعة قال احنا رمنا شاركناه في الحرب وكذا 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 ثم راكم عوضتونس وحنا ما عوضتوناش لازمكم تعوضونا ولازمكم تعترفو بينا ولازم كذا فيما بعد دخلت جهات أخرى من أجل سحب هذه المطالب الشرعية على جلبة يديوها للطريقة واحدة أخرى وهذا الشيء اللي يحصل والآن نراهم استطاعوا من أجل على جلبة هما ينظموا ناس على المستوى الوطني وراء ما تحكمين فيهم كيف ما تحكموا في القضية انتع العروش وكيف ما تحكموا في قضايا واحدة أخرى كم تعرفوا هذه المسائل دونك غرك إذن هذه المسألة كلها متعلقة هذا الشيء اللي راو يجري كله متعلق بتهيئة الأوضاع للخليفة انتع الرئيس الجديد إذن هما بعد ما داروا هذه الخارجات وبعد هذا التهديد تهديد لا كانت شيء واحدة أخرى لا يوجد تعبير واحدة أخرى التهديد بالخروج للشارع واحتلال المناطق العامة بالقوة فيما بعد بطبيعة الحال كما كنتم قلت لكم كانوا يمهدوا في الأرضية للدخول لكي يدخل الجيش هذه القضية دونك الآن القايد صلحة راو في الحكومة الجديدة القايد صلحة راوها موجود في الحكومة لكن التهديدات ما زلت قائمة لأنه كما قلت لكم القضية راها مرتبطة بتعيين واحدة أخرى في المكان تعبوت في لقة دونك هما لما داروا هذه الحكومة هذه الجديدة الوجوه الجديدة وشكون هي سميوه منها الوزارات السيادية ما تمستش ما تمستش راهم كل واحد ما زل في بلاستو نحاو هذاك رمضان العمامر هذاك والله وش يقولونه هم داروا هذاك اللي كان معاه هذاك مساهل والله وش يقولونه دورك هذا الناس اللي خرجوهم هذا سلال وهذا العمامر قادرين يلعبوا الدور في مرحلة واحدة أخرى كيف ما لعبوه في وقت سابق يحييه اليوم يعينوك غضوة يحييه لك من الحكومة يعينوك فيه في الأمانة تاررئاسة يحييه من الأمانة تاررئاسة يعطيه الوزارة الخارجية ووزارة العدل كذا هكذا هدو موظفين موظفين عند النظام دورك هذا التبون هذا كي يعينوه لأن القضية مرتبطة بهذا القضية نتهي للوزير هذا دورك هذا الناس دورك عينوا هذا الوزير هذا في الوزارة متاع السياحة وزارة متاع السياحة الخوارة مش وزارة عادية مع الأسف الشديد هو أن الثقافة متاع السياحة في البلاد ماشي موجودة يعني بشكل لائق راها الدول قائمة للسياحة في هذا الوقت وإن أنه الناس تحكي على الانخفاض تعل الأسعار تعلبيترول ومن أنه كان فيه بدائل أخرى كين هذه الطاقة المتجددة وكين سياحة وكين الفلاحة عوض هو أنه تسند يعني سيدي خلينا من الحكومة وخلينا من المسمو عوض هو أنه تسند هذه المسئولية انتاع الوزارة انتاع السياحة الإنسان من السياحة هو متكون في السياحة والله على الأقل يكون إنسان مثقف ويكون يعرف ما معنى السياحة ويقدر هو فيما بعد راها رايح يجعل من هذا القطاع آدات اللي هي راها رايح تخلق مناص بنتاع شغل وراها رايح تجذب هذا الزوار اللي يجيهما من الخارج والله يجيه حتى سيدي الجزائرين اللي راه موجودين في الخارج يروحون البلادهم باش يساهموهما في الاقتصاد تعال البلاد تعطى الواحد ما عنده حتى علاقة بسياحة وفيما بعد بعد 24 ساعة ولا 48 ساعة قال لك واشي قال لك السيد هذا راهو عندو ملف قضائي يعني منطقي برك ذو كلو كان هذ الناس راهم راهم يحاربوا في الفساد ألم يقولوا من أن هذا التبون متورط في القضية نتاع الخليفة ألم يقولوا من أنه هذك مدلسيرا هو متورط في القضية نتاع الخليفة ألم يقولوا من أنه هذا اللي يعينوه في صناتراك كان متورط في القضية نتاع تجسس هذا الكلام من إيش إحنا اللي نقولوه رهم هما هما اللي قالوه قالوه في وسائل الإعلام الرسمية من إيش إحنا اللي قلناه هذ القضية هذي كلها من أجل خداع انتاع الرأي العام قالوه واشي باش تقبلوا انتما قال نحاوه خلاص ومن بعد يلا تبقى الحكومة مستمرة شوهلكم في البرلمان ومن بعد قنعوكم ونساوكم في البرلمان ومن بعدوك الآن الحديث حول الحكومة عليش داروا هذك ساعد بو حجة في البرلمان لماذا؟ شكون اللي راهو منكم فاهم علش داروه هذا بو حجة في البرلمان تعرفوا علش داروه داروه لأنه قادر يكون هو آآ يلعب دور في حالة ما متبوت فلقة والآن نظرك أرا هالأنظار موجهة للمجلس الدستوري والمجلس الانتاع الأمة لأنه هذي بوست كليه هذو هما اللي فيما بعد رهم رايحين يبينو لك وين رهم رايحين هذي الناس إذن القضية أنتع الإقالة هذا والتعيين أنتع الوزارة هذا أنتع سياها ما عندها حتى علاقات يراها كما يقولوا ذر الرماد في العيون فقط القضية الأصلية هي الإرادة أنتها الشعب كيفاش هذا الإنسان اللي هو ترشح في باتنا منجحش في الانتخابات كيفاش هو يعشي وزير وكيفاش هذا الإنسان اللي يقولوا باللي يراه الملف انتاع والقضاء يراه مصخ كيفاش هو يفوت في المجلس الشعبي الوطني يعني يخليه يترشح كيفا يخليهما يترشح وش معنتها هذا؟ معنتها باللي الجهاز تعالى المخابرات هو اللي كان يحقق في الملفات وراكم شفته الآن لما غاب الجهاز تعالى المخابرات راكم تشوفوا باللي صار إنسان من هذا النوع صار وزير هذا هو شلي حبوا يقولوه حبو باش يبينو القوة مع الجهاز المخابرات وتحديدا أه التوفيق ما كاشا حاجة واحد اخرى هذا هو شلي يحبو يلعبو عليه لأنه الجهاز انا تعالى المخابرات الجهاز تائى المخابرات ما زالوا يشتغل وترطاق قادر يجيب الميلو في نتاعه هذا ما في حتى كلام لكنهو ما حبو يفوتوها يخلقوا المبررات مثل مموال فين يعملوا هذا هو الشي اللي يحبين يقولون كيفاش السيد الناس الناس يعرفوه في باتنا وعلى بالهم به يجيوا ويحشها لنتاع المخابرات الناس كم يعرفوه موش غالره انسان جاء وسموه حتى هذه ذو اللي كان تم رشحه مع عمار غول ومنجهش في الانتخابات في ممثلا تاع الجالية فيه في الخارج وعشاده كل ان مرشحه مع الحزبين تاع ماكرون ثاني كيف كيف ما على بلكم شبهها وكثيرين رهم موجودين كان واحد كان مترشح في البلدية في فرنسا ومن بعد لما منجحش وكان مرشحه في في البرلمان مرشح مع الحزب اللي كانت عرضه مالك وكيفاش يعني كين وزارة واحد اخرى بدون منظر نسمي منهم هذك بوشوير بالملف انتاعه لما ترشح في المزل الشعبي الوطني ملف انتاعه مرفوض في المزل الشعبي الوطني ملف انتاعه مرفوض لانه عندهم عليه ملف وباللي بابا حركي ومن بعد دخلوه في الحكومة وعشو وزير تاع الصناعة عاسي محمد اذن من القضية هذي ماش قضية انتاع فساد ولا قضية انتاع تصوير هذو رهم زوروا ارادة انتاع شعب ماش قال شهاد انت على ليسونس رهم زوروا تاريخ رهم الناس ممش مولودين في الجزائر اصلا ممش جزائريين اصلا ورهم حاكمين فيكم ماش قضية انتاع تصوير انتاع شهاده انتاع ليسونس اذن المسألة الاخوات ماش قضية انتاع تعيين وزيره والاقال انتاعه قضية مرتبطة بعضها البعض كلها متعلقة بالسيادة انتاع شعب ومتعلقة بالارادة انتها شعب النهار لي يكون هناك عمل جماعي تتحط الناس على طاولة الحوار كلها والناس كلها تشارك تشاركوا هذه الفئة هذو انتاع المعطوبين هذو انتاع المتقاعدين انتاع الجيش البطالين الاطباء الاساتذاء كل الناس تشارك تشارك في الحوار حوار وطني هذا الشي اللي احنا را ندعيه فيه بدون اقصاء وبدون تهميش كل الناس تشارك يا اخويا عندك الحقوق انتاعك تكون ضمن الاطار العام لازم تكون المصلحة الوطنية هي فوق كل الاعتبارات ثم بعد كل اللي عنده حق يديه راها صارت فتنة في البلاد صار فيه استعمار الاكثر من قرن وثلاثين سنة كان هناك تدائية انتاع الاستعمار ما زالها الي اليوم ما زالنا يا صاحبي في 2017 ما زالنا نحكيه على قضية انتاع هذا ولد حركي وهذا بابا حركي انا ما زالنا نحكيه فيها الان في 2017 اذن وهذا انتاع ارهابي وهذا ابن عائلة انتاع ارهاب وكذا وانرنا رايحين واجمعارات قرع وراها تدي اذن الاخوة الاخوات لازم يكون هناك حوار صريح وشفاف ولازم الناس تمشي واحدة واحدة من اجل علاج البش يكون هناك تغيير ما لازمش يلعبوه لكم العواطفين تاعكم هاكم تشوفه فيهم هذ الناس الذين كانوا بالامس القريب وكانوا هما يفرقوا في المظاهرات وكانوا ي natural to attack وكانوا بديروا في التخموذ withd pal والهما يasel الذي اخرجوا في التخموذات وتقول باللي هذا الكريم وجان راه انت إسرائيل كانوا يقولوا مكنش منها كيفا وكيفا وحنا وجيش التحرير وذوق صاره وما يقولوا فيها إذن الإخوة الأخوات القضية ماش قضية تعيين وزير هذا والله الإقالة انتا هو إنما قضية أبعد من ذلك هم راهم يستعملوا في عامل الوقت كل مرة يجيب لك حاجة باش ينسيك في الحاجة اللي قبلها وباش يبقوا مستمرين في الحكم وبطبيعة الحال الإخوة اللي راهم في الداخل مع الأسف الشديدة كين ربما الإنسان يكون تحت الضغط هذاك ما يشوفش هذه الأمور أنا نسمع وعندي أقال نخدمه وراني نشوف نشوف باللي الجزائر هذه ناس كل غلطت فيها هذه قناعة راسخة عندي ناس كامل غلطت كل ناس اللي عندهم توجه إسلامي كل ناس اللي عندهم توجه علماني كل ناس اللي عندهم توجه وطني ناس كلها غلطت والناس اللي راه مشاركوا في الحكم كيف كيف غلطوا كان اللي راه غلط تحت الضغط كان اللي غلط تحت الجهل كان اللي غلط بشكل أو بآخر وأفراد الشعب كيف 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 كي الناس اللي راه وذرك هو راه وغير ما صاب هاش برك راه من أفراد الشعب قاسم من بالله لو كان غدوة يكون في الحكومة والله يكون في الوزارة قاسم من بالله غير يديرك راعه غير أكثر من الناس اللي راههم في السلطة أنا شفناهم جربناهم جربناهم أنا شخصيا كين مراتون أنك أنت تحكي في قضية عامة ولا يجي ليك واحد أكثر من بعد يلا تلقى ثمثم يش بدلك في خوه يش بدلك في عمه يش بدلك في بن عمه كلهم غير اللي ما صاب هاش غير اللي ما صاب هاش بالتالي هذه لازم لها ثقافة لازم لها ثقافة لذلك على الخيرين والخيرات في البلاد لازم يتجمعوا لازم يتجمعوا الآن نراها كين هذه القنوات انتعى التواصل نتواصلوا مع بعضنا البعض على جل باش نساهموا في رفع درجة انتع الوعي ونساهموا في إيجاد مخرج البلاد تحية لكم جميعا وصحر فطوركم وصحر صحوركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته